إلى ذلك نقش اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم بوحي بحال موضوعات المتصلة بعمل الخبراء بالوزارة والمعزز للعمل الفني بقطاعات الصحة المختلفة واستعرض الوزير الوضع الصحي الراح والقضايا والمشكلات التي تعترض سير العمل وإمكانيات وضع الخطط والبرامج مؤكدا أهمية دور الخبراء في المتابعة والتنسيق مع المكتب الفني بالوزارة للمشاركة في كثير من المشاريع وأهمها الاستراتيجية القطرية مع منظمة الصحة العالمية وبناء القدرات وشدد وزير الصحة على ضرورة ترشيد تدخلات الموجهة للقطاع الصحي واستخدامها بالشكل الأمثل لتحقيق المعافاة في الصحة والعمل على تحديد رؤية واضحة مع الشركاء لحل مجمل المشكلات والاتجاه لتحقيق ديمومة في الخدمات وترجمة أهداف مشروع رأس المال البشري والذي يعد أهم أعمدة الوزارة والاتجاه لتحويل أكثر تدريبات إلى دبلومات لأكثر من عام لضمان الاستدامة من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي استعرض الأوضاع الصحية وتأثيرات الوضع الراهن عليها دعيا الجميع إلى العمل الجاد ومعالجة الصعوبات واستعاب المشاريع القادمة لرفع كفاءة القطاع الصحي